يا أصوصة صفا ماذا؟ كده خلص منامك يا أصوصة صفا؟ آه أنت متزوجة ولا أنسة؟ دعان أنسة أنت أنسة طيب أنت بتعاني من حاجة مشاكل في حياتك أو تعبانة من حاجة بتعاني منها؟ آه طيب بكرة دي دي أي حاجة مع أقل أي مشاكل عادية يعني آه يعني أنت الحمد لله بخير وطيبة وكويسة آه آه لا الحمد لله بخير ما شاء الله أنت عايزة تروح تزور سيدنا النبي يا صفا صح؟ أتقول إيه؟ أنت عايزة تروح تزور يا سيدنا النبي عايزة تعملوا عمرة؟ طبعا أعكد أي حد تزور سيدنا لا طبع يعني كان أقول يا ملعان وقال لي ما تعسبش الجلد خلص برجدك طيب تمام تمام اسمعاني من التلفزيون وهفصل لك منامك يا صفا بشكرك جدا جدا ربنا يسعدك ويفرحك منامك جميل قوي ودليلة على أن أنت بتدور على بطاقتك أو تروح الحرم المكة أو بتزور سيدنا النبي ده دليلة على قضاء حاجة لكي ودليلة على حاجة من صوتك سمعتها دلوقتي أن أنت إنسانة قريبة من ربنا أن أنت إنسانة دعائك مستجاب هطلب منك طلب يا صفا برغم من أول مرة اسمعك وأول مرة تكلمين وكلمك ويمكن أول مرة تشوفيني أو تشوفتيني تاني أو تشوفتيني قبل كده بقولك يا صفا ادعي لعبادي الله النهاردة ليلة مفترجة ليلة طيبة أنا بقولك ادعي لمصر ادعي لإخواتك وادعي لنفسك أنت إنسانة طيبة أنت إنسانة قريبة من ربنا أوى 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 أنا ببشرك بقضاء أمر أنت بتفكر فيه شغل بالك شغل حياتك حتى إيديك كده على طول للسماء وبتقول يا رب اقضي هذا الأمر ليه وفرحني يا رب وكدهولي ربنا هيفرحك يا صفا وربنا هيدي لك طربك إن شاء الله وربنا هيفرحك يا صفا والله أعلى وأعلم معنا اتصال تاني